سلام عليكم ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا يا ربي دايما تكونوا بخير وفي احسن حال نهاردة معنا فيديو جديد والنهاردة معنا طبعا السيدة التركية اللي دايما قلبة كده كل وسائل التواصل الاجتماعي وقلبة كل السوشال ميديا بافكارها الحلوة وبتلاقوا ليها حاجات وتريكات جميلة جدا في بيتها وان شاء الله كده النهاردة معنا افكار جديدة تشجعنا احنا كمان وممكن حلول لبعض المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلنا لقيلها حل في فيديو النهاردة نهاردة الفيديو كله ان شاء الله يعجبكم من اوله الاخره بتمنى انتوا تشوفوه للاخر بس لو كنتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس يوصل لكم كل الاشعارات الفيديوهات اليومية اللي بنزلها وكمان لايك للفيديو وكومنت حلو كده زيكم تعالوا نبدأ فيديو النهاردة واول حاجة وممكن من المشاكل اللي بتقابلنا دايما الروائح الكريهة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت في كذا حاجة اولا البسكت بتاع الزبالة هي هنا بتحط تحت الكيس بتحط هنا قطع من القطن وبتحط عليها معطر علشان تخلي ريحة البسكت دايما حلوة كمان هنا برضو ريحة الحود دايما بتستخدم البيكينج سودا او كربونات السوديوم مع الخل عشان تعمل كده تطهير وتعقيم للحود وكمان دايما هنا بتحطه معطر كمان على الفرشة التويلت وعلى البكر المناديل بتاع التويلت عشان برضو دايما وقت الاستخدام تبقى ريحاتهم حلوة تعالوا برضو من الحاجات اللي دايما بتقابلنا وهي المكنسة الكهربائية ولما تلاقوا صعب ان هي تشفت الاتريبة اللي موجودة عندكم وقوتها كده مزي الاول ممكن اللي احنا بنعمله كلنا ايه ان احنا بس بننظف الكيس اللي هو موجود جوه او المكان اللي بتجمع فيه التراب اللي جوه بنبتدي ان احنا نفضيه وخلص لكن هنا بقى هي مساكتها كلها من اولة لاخرها نضفت السفينجة كمان اللي موجودة بتاعت الفلتر نضفت هنا كمان حتى الخرطوم حطت جوه المية واستخدمت كمان الخل عشان تطهره اكتر وكمان سابت بقى الاجزاء هنا تنشف عندها كانت في الوقت ده برضو بتخسل كمان العمود بتاع اليد بتاع المكنسة الكهربائية ده برضو بدأت ان هي تنضفه ومسحت بقى المكنسة بتاعتها من جوه من الاتريبة الموجودة وحتى كمان الفلتر او السفينجة الموجودة بتاعت الفلتر حطت عليها معطر عشان كل ما تشغلها كمان تديها ريح حلوة يعني خدتها كلها كده تنضيف من اولة لاخرها علشان تشفت عندها كويس وكمان تديها ريحة حلوة وقت استخدامها تعالوا هنا كمان وهي برضو بتنضف الخشب بتاعها او الموبيليا عندها هنا تركاية حلوة جدا وقلنا عليها في كتير اوي فيديوهاتنا قبل كده هي استخدام زيت الزتون كان بتستخدمه هنا في بخاخ مع المية وبتحط كمان معاه خل وبتحط كمان معاه من اي بقى معطر موجودة عندكم وبتحطه في بخاخ كده وبتبتدي في الاخر بقى ترشه على الاساس او الخشب بتاعها وبتمسحه ده بيساعد ان الخشب بيلمع وبيحافظ عليه الفترة اطول ما يكونش عليه اي اتربة دي برضو من التركات الحلوة جدا نقدر احنا كمان نعملها تعالوا ندخل كمان برضو على افكارها الحلوة في تنظيمها للملابس الموجودة عندها اول حاجة هنا عندها البناطيل الجنس ودي دايما تكون مشكلة بتقابلنا وان هي بتتزحلق من على الشماعة لكن هنا هي استخدمت العروة بتاعت البنطلون ان هي تثبته اكتر دي برضو حاجة جميلة جدا وفكرة حلوة هنا استخدامها للشماعتين عشان تعلق لو انت عندك دريس ما ياخدش مكان طويل او لو عندك الضرفة ومش حابة ان هو يبقى طويل ممكن تقسميه كده بالنص على شماعتين وشفنا كمان استخدامها للورق علشان المشبك بتاع الشماعة ما يعلمش فيها وكمان برضو شفنا دلوقتي طريقة ترتبها للبناطيل لو مش حابة ان انت تعلقيها ممكن تطبقيها كده بالشكل الحلو ده وتاخد مساحة صغيرة هنا كمان برضو دي ديكور لطيف جدا كده من الفوت تقدروا ان انتوا تعملوه كديكور لطيف على السرير مثلا او عندكم في الحمام لو في اي ضيوف او حاجة تقدروا تعملوه اشكال حلوة بالفوت زي ما هي عملت كده شكل البطة او البجعة ده كده لكن هنا كمان برضو تعالوا شوفوا لو عندك كوفيرتا حابة ان انت ما تحطهش مسلا على السرير بشكل متطبق او كده هي هنا حولتها الكوشن وبدأت ان هي تخلي شكلها حلوة على السرير زيها زي اي خدادية موجودة مش باين جدا ولا باين اي حاجة ان هي كانت كوفيرتا او مفرش تعالي نشوف بقى الحيل والافكار بتاعتها في ازاي ان هي بتعمل ديكورات بسيطة جدا في البيت من اقل حاجة هنا علبة الشيبس بتاعت البرينجلز حولتها بالشمع كده واللزبري لبوازة جميلة اوي وكمان كان عندها اللي هو بتاع المناديل ده بدأت ان هي تعملهم تقموا مع بعض بنفس الطريقة دي برضو حاجة كده بسيطة اوي وعندها بقى اي حاجة بتبتدي ان هي تبوز اول باول بتبتدي تعملها باللزبري عشان تخلي دايما عندها شكل كل حاجة شكلها حلو فاحنا برضو نحاول احنا كمان لو اي حاجة ديفوه عندنا بسيط نعالجه اول باول عشان تبقى حاجتنا كلها دايما شكلها جميل تعالى نشوف التركاية اللي بعديها وتلمعها ليه الازاز اللي موجود الكبيات آآ لما بتقول هنا بتستخدمه في غسلة اللطباق الاول كان عليه زي يجير كده او حاجات بيضة لكن ازاي تخليه بيلمع بالشكل الحلو ده هي بس استخدمت هنا الخل ممكن كمان يعني مش شرط لو انت مش عندي غسلة اللطباق وعايزة كمان الازاز بتاعك يبقى بيلمع كده وشكله حلو وتقدر يدي في كمان الخل ليه صابون اللطباق بتاعك آآ في الازازة اللي انت بتستخدميها او الديسبنسر اللي بتستخدميه تقدر ان انت تحط فيه آآ مع الصابون تحطي برضو شوية تخلي هتخلي لك الازاز بتاعك والالطباق كل حاجة هتعندك هتبقى بتلمع هي هنا برضو قالت ان ممكن من الحاجات اللي بتسبب ان اللطباق عندها يبقى فيها جير او كده ان هي ما يكونش بيوصل لها ميا كويس فبدأت ان هي تنظف الرشاش بتاع الميا وتنظف الفلتر عشان تحافز كمان على اطباقها وتحافز على غسلة اللطباق بتاعتها تعالوا كمان شوف ازاي بتحافز بقى على غسلة الملابس بتاعتها زي ما شفنا كده غسلة اللطباق غسلة الملابس اول حاجة بعد ما بتخلص كل غسيل بتبتدي ان هي تنشف الكويتش كويس جدا وبتستخدم كمان عندها بخاخ كده حطة فيه ميا وخل علشان ترش على الكويتش ده تعقامه اول باول ما يبقاش فيه اي عفن او ترصبات تبتدي ان هي تغير من الكويتش ده وبعدين بتجيب هنا الصبون بتخسل الحلة بتاعت الغسلة كويس جدا وبتستخدم كمان الباكينج سودا والخل علشان تفور كل حاجة موجودة بتخلي بقى الخل ده ينزل كده عن طريق الغسلة وينزل من الفلتر عشان برضو يعمل غسيل لكل الدورة اللي موجودة جواها وبعدين بتبتدي تنظف الفلتر تمسحه كويس جدا بتمسح باب الغسلة ومن جوا ومن برا وفي الاخر بتديها بقى ايه دورة كده تشطيف حلوة ممكن تحطو كمان في الدورة دي شوية تخلي برضو هتحافظ على الغسلة بتاعتكم ليه فترة اطول وتخلي غسلكم حلو هنا كمان برضو شوفوا بتعمل ايه بتكوب الشاي على السجادة طب ليه طيب بتعملي كده علشان تبين لكم قد ايه ان ممكن بحيلة بسيطة جدا لو تكب من اطفالك شوية ايه شاي او اي حاجة بتبقع هنا بكل بساطة جابت فوتو حطيتها تحت المشاية او السجادة وحطت عليها شوية من المياه السخنة وبعدين بدأت هنا تستخدم الفوتو ومعها الصبونة العادية جدا بتاعت اليد بدأت راغي بيها كده وتبتدي تمسح البقعة اللي موجودة عندها ممكن كمان تستخدموا الفكرة ديت مع البقعة المختلفة للحاجات اللي بتبقى محتاجة ان هي تتنصح بالسرعة عشان ما تبقعش على المفروشات او المنسوجات اللي عندك فجربوا برضو الفكرة ديت اكيد هتدي معيكم نتيجة حلوة مشكلة كمان برضو بتقابلنا كلنا وهي اللبان او المستيكة لما بيلزق على المفروشات او على القماش اللي موجودة عندك هي هنا جربت برضو فكرة بسيطة وحل كده سريع بدأت تحط عليها هنا فوتا تانية والفوتا ديت بدأت ان هي تعمل عليها بالمكوى علشان تبتدي ان هي تسياحها او تفكها وبعدين فضلت تعمل كده طبعا على الفوتا او القماشة ديت كون انتم مش محتاجينها عشان طبعا زي ما انتم شايفين هتطبع عليها وبعد ما سخنتها وبدأت كلها تتنقل في الفوتا التانية بدأت ان هي تستخدم التلج علشان برضو تفك بقى بقية الحاجات اللي اللزقة في المفرش اللي موجودة عندك برضو الحيلة دي تقدروا انتم كمان تجربوها كده وشوفوا النتيجة هتنفع معاكم ولا ايه تعالوا هنا كمان برضو ترتبها مع والدتها ليه الفوت بتاعة الحمام وازاي قد ايه هم منظمين جدا ومنصقين جدا انهم يخلوا كل فوتا قدل تانية بالزبط يعني ايه كد في حاجات كد بترجع تفكها وترجع تعملها تاني عشان تخليهم كلهم نفس المقاس كده زي ما انتم شايفين الدولاب بعد كده ما ترص شكله قد ايه حلوة اويه برضو من الحياة للسريعة واللي مش بتاخد منك اي مجهود خالص الفوتا على الحنافيات او الحاجات اللي استلس الموجودة عندك حتى بتقول هنا الرخام كمان لما بيبقى عليه الترصبات الجرية دي مجرد بس ان هي بتحط الفوتا وعليها الخل بيطلع بكل سهولة ودي برضو من الحاجات السريعة والفعالة زي طبعا الخل واستخدامها مع الكربوناتس سوديوم في او الكربوناتوم في تنظيف الحوت ده كده في الاخر هنختم معنا الفيديو مع ابنها الجميل وازاي هو بينظف غسالة الاطباق ويتعلم من مامته التركات الحلوة يبتدي ان هو ينفذها علموا اطفالكم هم كمان يساعدوكم في الحاجات البسيطة يارب يكون فيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتم منه ولو بفكرة بسيطة جدا تقدروا انتو كمان تنفذوها وتحلوا مشاكل كتير بحية البسيطة جدا بتقابلكم في مطبخكم. ما تنسوش تعملو اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكمان كومنت حلو زيكم تشجعوني به وانتظروني ان شاء الله بكرة فيديو جديد وسيدة جديدة واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام.